موسيقى موسيقى طباح الخير لكل المجاهدين اليوم منهار الثانين ستة ايار الالفين وثلاثة عاش نحن اليوم عم نحتفل بعيد الفصح المجيد لكل التواقف اللي بتتبع التقويم الشرقي وأكيد منقول إن شاء الله بنعاد على الجميع على جميع المسيحيين والمسلمين وبكل أنحاء العالم أكيد إن شاء الله هالعيد بيحمل كل الخير للجميع لأنه كلنا بحاجة لقلو وأكيد لبنان بالدرجة الأولى ديما منقول يمكن هالعيد مسائب هالسنة يمكن مع ذكرى كمان مؤلمة كتير عاشة لبنان واللي هي ذكرى ستة ايار ذكرى عيد الشهداء شهداء الصحافة الشهداء اللي كلهم استشهدوا لأجل الحرية واللي كانوا دايما يسعوا لحتى أنه ألمهم هو يقدر يحرر لبنان لأنه ألمهم يقدر هو فعلا يقول للألم اللي كانوا عم يمرؤوا فيه وللأسف لبنان بعده لغاية اليوم عم يمرؤوا بشهداء يوم بعد يوم شهداء استشهدوا لأجل لبنان هو لأجل الحرية يمكن يوم أنا عم جربي بممكن إدمجهم مع بعضهم لأنهم سائبة في كتير مناسبات مع بعضهم إنما دايما منقول إنه الهدف واحد الهدف إنه دايما نرجع نسلط الضوء عليهم دايما نتذكر ونستذكر هالأشخاص اللي رحلوا من أجل لبنان واللي هلأ من عليهم يمكن عم بيقولوا إنه يمكن إنه رحلوا من أجل قضية لهلأ بعدها ما ربحت ويمكن عم بيقولوا إنه إن شاء الله قضيتهم اللي استجهدوا من أجله يمكن عم تتحقق وإن شاء الله هيدا الشي بيصير على الأرض كمان بدأ إرجع عيد الجميع بمناسبة عيد الفصح المجيد اليوم أنتوا شايفيني لبسة شابو أنا مش لبسة شابو لأنه ضو عم يضرب فيه مثل الشمس إنما لأ لأنه أنا لبسة شابو حاسي حالي كتير هيك مزارعة اليوم نهار زراعي بامتياز اليوم نهار في كتير هيك أمور رح نحكي فيها عن الزراعة رح نحكي فيها عن الهندس الزراعية رح نحكي فيها عن كمان معارض زراعية وكمان اليوم أنا حطيت بحضني التليفون لأنه اليوم في كتير اتصالات بقى حسيت أنه اليوم كتير جعب لي أخذ تليفونات خلال النهار لحتى نقدر كمان نكون متواصلين مع المشاهدين اللي بيكونوا مفرسين اليوم وبالعادي ما بيتسنين لهم يحضروا عالم الصباح لأنه بيكونوا بأشغالهم اليوم بيكون الوقت متاح أكتر قدامهم لمعظم الفقرات بخلال عالم الصباح شيف شادي ألو صباح الخير صباح الخير كيف يكا غيدا اليوم جرحال في معنى اتصال شيف بدي يسألك اليوم شو بدك تحضر لهم أطباق بالبداية عالم الصباح تفضل الاتصال ألو صباح الخير صباح الخير ايه لحظة شيف معنا لحظة بونجور من معي تفضل انا تفضل التليفون معك مباشرة ألو بونجور من أمريكا من أمريكا مباشرة هاو ايو هاو ايو هابي إيستر بورغول أبانادورا اوكي بورغول أبانادورا بورجون أنا بدي زيك تشغلي رايكي بس صغيدة أول شيء على يرحم كل الشوحدة هذا واحد اتنين لو ما هنستشهدوا نحن مش عايشين اليوم فهيدي شغلي كمان نحن منفتخر فيها صحيح صحيح فهيدي واحدة اتنين شو هيدا السبعين وراكي في سبعين وراكي شو هيدا شو هي سبعين لايكي سبعين هاي سبعين شو هيدا السبعين هدولي أنا وشي فتكرت أنه أنت بتاخلي دائما سبعة على عشر وراكي راسك وراك السفر فمش مبعيني بيخد سبع لا ما بيخد سبع عشر بيخد أكتر بكتير بليز احترم حالك واحترمني هاي هاي دي الإشارة كنت عم خليها حتى كمان نرجع نحكي عنا لحالة لأنه نحن مثل ما بتدينا مع مشاهديننا ببداية شهر نيسان إبريل الماضي عن الإشارات السير بعدنا مكافين بها الحملة لأنه بعضهم ما خلصوا بقى عم نجرب مثل ما أنا دايما نعرفهم عنهم إن كانوا تحذير إن كانوا معلومات إن كانوا أمور ضرورية بالحياة اليومية اللي حتى نعملها هلها الإشارة كتير صعبة خاصة بلبنان بما أنه جايك من أمريكا بأمريكا بيقدروا يتبعوها بس عنا بلبنان كتير صعبة لنتا نشوف خلينا نخبركم أنه هاي دي بتخبركم أنه السيارة اللي قدامكن لازم تبعدوا عندها 70 متر لورا تخيل فيك تعمل أنت هيدا الشيء إذا ماشي على الأوتوستراد إن سوى الواحد يحينا ومعه متر مثلا عشتا لا يكيف يعني عملك شوية 69 68 70 وللأسف كمان هيدا الشيء فعلا يعني قديش عم ينحط إشارات قديش عم بيكون فيه تذكير لأمور اللي فعلا بتهمنا لحتى تقدر تحمينا على طرقات كمان عم بيكون فيه هالإشارات لحتى دايما نتذكر أنه هالإشارات وضعت لا سلمتكن لا آمنتكن لا الكن ولا الأشخاص الآخرين اللي ماشيين على الطريق واللي عم يقطعوا الطرقات أو اللي بالسيارات أو اللي بالموتو بقى دايما منتبهوا هي منقول انتبهوا على حالكم دخلكم وعلى غيركم أكيد هيدا الشيء صعب بس لازم واحد يلتزم فيه أجم بيادة شميش تقبل بعيد ما هي أنا شايفة يعني نظريا إذا يعني بالـ 2018-2019 2015-2015 يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله على كل الأحوال نحن علينا نخبركم أكيد وإن شاء الله نقدر نلتزم فيهم قدر المستقع لا منا نقول لبريفيو لأن فيه اتصال بدأي أنت عم يقول لي بريفيو بريفيو حينفجر الكوترول بقى خلينا نشوف لبريفيو ومنرجع بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن عصحة سلامة مع روى اتصالات وإخر أخبار الصحة من العالم خفيف نظيف مع كارلا ومنافع البيض للأولاد يلي بيأكلوا منه كتير بعيد الفصح وقفة خاصة مع دكتور ألفريد كارم والبروبيوتك بلاس طلاب كلية الزراعة بالجامعة الأمريكية ببيروت بيعرفون على اختصاصهم بأرض وورد ما يبتستقبل اتصالاتكم وبتجيوب على أسئلتكم بولادة بالدنيا آخر أخبار الفنانين والمشهير مع ميليد بنس ونس جوفنا بيعرفونا أكتر على جمعية فير تريد وآخر نشاطاتهم ورشت ملح على اللحمة مع الخضار بالصنية مع الشف شادي قالوا صباح الخير كارمن شو وضع الأبراج لليوم 12 برج وكل المشاهدين ناطرينك رح ننتقل عندها ونشوف أبراجنا لليوم صباحكم الخير اليوم الثانين ستة أيار مايو اليوم الأمر مرفقنا برش الحمل الناري الجو اليوم جيد للأبراج النارية موالي برش الحمل أكيد موالي برش القوس وموالي برش الأسد كيف رح بيكون هنهار على كل الأبراج خلونا نبدأ مع أول برج اللي هو طبع برش الحمل بالنسبة للك مولو برش الحمل عندك حب للمبادرة عندك جرأة لحتى تغير عندك جرأة لحتى تواجه الأمر الواقع شيء جديد بتم اليوم وإذا ناطر خبر بين اليوم وبكرة وبعد بكرة مفروض تسمعه وبيبقى المولود الأنشط اليوم مولود أدار مارس لكن يكون حذر من السرعة من المشاكل 31 أدار مارس و1 نيسان أبريل بالنسبة لبرش الثور اليوم مولود برش الثور فيك تعتبر هيدا نهار وبكرة أيضا فترة استراحة هناك تأخير في سير المعاملات ويمكن إذا أنت بإجازة اليوم بسبب العياد اليوم مولود برش الثور فيك تستريح وفيك تخلي الأمور مثل ما هي حلو أنك تكتفي بالروتين انتبه أغراضك وحجوزاتك اليوم ما حتى تضيع وبيعتبر المولود يلي لازم ينتبه من السرعة والمشاكل والحوادث هالفترة هو مولود 1-2-3 أيار مايو ننتهي لبرش الجوزاء بالنسبة لبرش الجوزاء هيدا نهار نوعا ما بيعطيك حب للاجتماعيات هيدا نهار بعكس اليومين اللي مرأوا بيعطيك نتفة معنويات ودعم وحماسي نهار جيد لحتى اليوم تختلط بالناس لحتى تشوف الناس لحتى تعطيهم من ذاتك وأيضا حتى تاخد منهم نهار حلو للأخذ والعطي وبيعتبر المولود الأكثر حظا 19-11 حزيران يونيو بالنسبة لبرش السرطان مولود برش السرطان الجو عندك اليوم يمكن بيحمل بعض التعب حاسس حالك وكأنه في مسألة بدك تشتغل فيها من كل قلبك وبدك تعطي أفضل أداء عندك إذا أنت بيعطلي احتمال تكون المسألة العلاقة بالبيت أو بالعائلة وبيعتبر المولود الأنشط مولود حزيران يونيو والأوفر حظا نسبيا 30 حزيران يونيو بالنسبة لبرش الأسد مولود برش الأسد هذا النهار بيحمل لك فصحة أمل بالنسبة لك أنت بحاجة لها الراحة بحاجة لها الزقف بحاجة لها التجيع وبحاجة لها السهولة اللي معقولة لقيها اليوم وبالتالي هذا النهار حلو أنك أنت تعالج فيه أي مسألة معقدي نهار حلو للسفر نهار حلو حتى تواجه أمور جديدة وبعتبر المولود الأكثر حظا 2-3-4 أغسطس بالنسبة لبرش العذراء مولود برش العذراء تطول لقبالك اليوم حل مسائل ومشاكل اليومين اللي ما رأوا اليوم النهار حلو لحتى تاخد وتعطي أكتر ما تكون عنيد ما تكون كتير حساس مرها في الحس على كل شغل اللي بتسمعه يمكن تضطر إنك تقبل بشيء مش على زوءك فقط لحتى تمشي أمورك وما تعتلهم مشية لأنه رح تمشي وبعتبر المولود الأكثر حظا 8-9-10 أيلول سبتمبر بالنسبة لبرش الميزين مولود برش الميزين هذا أنهار يمكن يحمل عائق يمكن يحمل عرائيل معينة يمكن يحمل لك خلاف أو جدال يمكن تواجه شخص بتعرفه أو ما بتعرفه فلذلك كن حذر من المشاكل ما تقزم لأي خلاف وانتبه منه خالفة الأوانين اليوم وبعتبر المولود الأوفر حظا نسبيا 11-12 أكتوبر أما الأقل حظا 3-4 أكتوبر من أنتين لبرش العقرب بالنسبة لبرش العقرب حاول أنك مات مشكلة اليوم أنت بحاجة لحتى تشتغل كتير أو تحط مجهود إضافة المجهود القليل ما رح يفيدك اليوم يمكن تكون تعبين يمكن تكون مريض يمكن حاسس أنه ما عم تقدر ترتاح وما حدا عم بيساعدك طول بيلك عندك يومين شوي متقلبين ويمكن حتى الجو كلها الأسبوع يكون شوي صعب فطول بيلك بيبقى المولود الأقل حظا 30-31 أكتوبر تشرين الأول من أنتين لبرش القوس مولود برش القوس اليوم أحلى من اليومين اللي ما رأوه اليوم عائليا عاطفيا ترتاح أكتر حتى مهنيا إذا عم تشتغل اليوم في بعض الانفراج أنا بعتبر هيدا نهار حلو لحتى من خلال هنهار تقدر تنتقل إلى موقع أفضل فما تضيع هنهار على الفاضي وبعتبر المولود الأوفر حظا 2-3 كانون الأول ديسمبر ننتقل إلى برش الشدي مولود برش الشدي يمكن عتلين هم العائلة مولود برش الشدي يحابب يقضي هنهار ببيته أو بمكتبه ما يشوف ناس كتير لأنه اللي براسه بيقدي احتمال أنك تفكر بحدث حلو أو تقوم بخطوة حلوة بالنائة العلاقة بالمنزل وبعتبر المولود الأوفر حظا حاليا 5-6-7-8 كانون الثاني يناير بالنسبة لبرش الدلو مولود برش الدلو حاول أنه يلي بدك تحكي فيه يكون معروف شو هو مش كيف ما كان ومش شو ما كان نحكي حاول مولود برش الدلو يكون مواضح بكلامك بامتحاناتك بزياراتك سوق على مهلك وما تتخانق مع إخواتك وبعتبر المولود الأوفر حظا 7-8-9-10 فبراير بالنسبة لآخر الأبراج برش الحوت مولود برش الحوت بقل له أنه هيدا نهار يمكن يحمل مكافأة مكافأة لألك خبرية حلوة بتشعر أنك مبسوط بترتاح مسألة أو غم أو هم بزيح وبتحس حالك بالتالي أنك أنت ربحان من الأيام الحلوة للمفاوضات وبعتبر المولود الأوفر حظا 16-27 شباط فبراير بختم مع مولود اليوم بقل له لمولود اليوم بانتظاره سنة يمكن تحمل شوية هدوء هيدا السنة تحمل اهتمامات بحالك أكتر بصحتك أكتر بشغلك أكتر بطاقاتك والشهدات بالتالي يمكن تشتغل عليها أكتر هيدا السنة أيار مايو وعلول سبتمبر كانون الثاني يناير هني أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة مع أبراج جديد باي باي شكرا كارمن متابعين معكم أكيد بمحطاتنا ببداية عالم الصباح كنت حابة أعمل اثنين اناونسمنتس أو راح نخبركم عن خبرين راح يصيروا بخلال هالفترة منعرف بخلال فترة العياد بتكون دايما فترة عطاء بقى جمعية سكون للبرامج الوقائية والعلاجية عم تعمل يارد سيل بـ 11 و 12 و 13 مي الحالي بـ 10-11-12 مي الحالي والعنوان الرئيسي لها الحملة هي لا نحتاج للمال نريد فقط أغراضكم وعم بيقولوا انه بيصير بها الـ يارد سيل تجميع على كل شي أكسسوار وقرطسية ألعاب كل الأمور اللي انتم مش بيحاجة لقالها كل الأمور اللي حابين تشاركوا فيها تقدموها لها الجمعية لحتى يقدر يعرضوها ومن خلال أكيد الريع اللي بيرجع يقدروا يفيدوا كل الأشخاص اللي عم يرجعوا يقفوا على إجراءهم من بعد ما صار عندهم مشاكل أكيد من جراء المخدرات ومن جراء العلاجات الطويلة اللي مرقوا فيها لسبب كل اللي حابين يشاركوا معهم الأرقام عم يمرقوا أمامكم على الشاشة لسكون أو بتتصلوا بيارا الموسوي وكمان فيكن تفوتوا على الويبسايت تبعيتهم اللي هي يارا أو تبعتونا ايميل ليارا يارا يارا اتسكون ايضا بدي ذكر بشكل كتير سريع كمان انه رح يكون فيه فاندريزر كمان عشاء نهار السبت المقبل ب11 الشهر لالكانسر فانديشن لجمعية المقاصد الخيرية واكيد كمان لكل اللي حابين يحصلوا على تذكر ليشاركوا بها العشاء الخيري فيوني تتصلوا بسيد خلدون أواص على الرقم اللي بتشوفوا أمامكم على الشاشة بريكم نرجع واكيد بتكون معنا روا خليكم معنا اشتركوا في القناة